أبجدية المعرفة لدى المجتمعات هي القراءة إنها زيت القنديل القابع في رؤوسنا الذي ينير عتمة دروبنا وهي طوق نجاة ينقذنا من بحر الظلمات لو كانت العناية الأسرية تحيط بنا من كل جانب كما تفعل أسرة الفتى ليافع علي منذ نعومة أظافره وهو يرافق الكتاب أخذت بيده فحولته من قارئ لكاتب يخط أولى قصصه الصغيرة ذات الأحلام الكبيرة مشاركاتي بالنادي هو أول مع أمي قال لي دعاني للنادي وقال لي تعال دخل وشوفني أن الأطفال كانوا بعمره شون ألفوا كتبوا هاي فأنا تحمست تعلمت أنه من رغم الصعوبات إذا الشخص سعى سعى أنه حلمة راح يتحقق لأنه من رغم الصعوبات اللي واجهها قدر حقق حلمة اللبينة الأساس في المجتمع التي تؤسس لبناء أجيال واعية تمضي به نحو الإزدهار وتسم به نحو العلا هي الأسرة الحاضنة التي تسقي صغارها حبا ودفءا وعلما نافعا والتي يستوجب أن تعيش في كنف وطن مستقر يمدها بما يلزم من وقود الاستمرار هاي الثقافة البيتية جداً مهمة مو ما يقدر يوجدها بغير بكان فالبيت إذا به عائلة مثقفة بالتأهيد راح تنشأ عنده أسرة مثقفة فكرة هي انطلقت من البيت أكيد شفت أنه هذا ممكن يعني طفل ممكن إذا جبت له قصة وحثيته وتابعته ممكن يطلع من عنده شيء وبالفعل طلع من عنده شيء وطبعنا أكثر من كتاب والآن صار الكتاب رفيقه يعني على الضفة الأخرى هناك صغار كتب على جبينهم القدر أن ترافقهم المعاناة فلا أسر تعتني بهم ولا وطن يؤمن لهم قوت يومهم أو يحقق لهم طيفاً من أمانهم البريئة يقتاتون على بقايا طعام الآخرين يمارسون أعمالاً تفوقهم وجعاً وينامون على أرصفة الطرقات حالمين بغد أفضل لكن متى؟ لا أحد يدري سوى الجهات المسؤولة عن ضياع طفولتهم لبرنامج حديث بغداد مسأل قيسي MBC العراق